السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب نرحب بكم في درس جديد من دروس كيميا ثلاثة درسنا اليوم إن شاء الله سوف يكون العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل الكيمياي في سرعة التفاعل الكيمياي لكيميا ثلاثة حياكم الله جميعا بداية سوف نأخذ الأهداف التي سوف نحققها إن شاء الله في هذا اليوم سوف نحقق أول هدف الذي هو إن شاء الله تحدد العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل الكيمياي وكذلك كيف توضح أثر طبيعة المواد المتفاعلة على سرعة التفاعل الكيمياي بداية في الحصص السابقة أخذنا سرعة التفاعل الكيمياي بناخذ فيها مراجعة بسيطة أساسا ندخل في العوامل المؤثرة العوامل المؤثرة أساسا هي لسرعة التفاعل الكيمياي فبالتالي لا بدنا نرجع للذاكرة شوي في بعض المفاهيم الرئيسية عساس أن نقدر نربط ما بين الدرسين أخذنا الحاسس السابقة اللي هو سرعة التفاعل كيمياي وقلنا على أنه سرعة التفاعل كيمياي تتفاوت ما بين البطيئة والسريعة إيش السبب اللي يخلي التفاعلات بطيئة وإيش السبب اللي يخلي التفاعلات سريعة فمثلا لو كان عندنا الإيرباغ اللي موجود في السيارة وهو الكيس الهواي ما هو السبب الذي يجعله عند الصدام السيارة يعني يطلع الأيرباق بشكل سريع جدا بينما عندي صدق الحديد نحاول أنه على قد ما نقدر أنه الصدق ما يحاول أن يتشكل بشكل سريع فبالتالي نحاول أن نبطئ من هذا التفاعل لكي لا يكون عندي أضرار موجودة أو تلفيات موجودة كذلك نحاول على قد ما نقدر أنه نبطئ من سرعة التفاعلات في المواد الغدائية أو نحاول أن نبطئهم بالتبريد فإيش السبب الذي يجعل التفاعلات سواء كانت سريعة أو بطية بمعنى أنه على إيش تعتمد على هذه السرعة سرعة التفاعلات على إيش تعتمد بالضبط هذا ما بناخذه إن شاء الله في درسنا اليوم قبل أن نأخذ العوامل لابد أن نرجع برضو لتعريف سرعة التفاعل الكيميائي فما هي سرعة التفاعل الكيميائي؟ سرعة التفاعل الكيميائي زي ما أخذنا في الحسن السابقة على أنه إيش التغير مقدار التغير في تركيز المواد سواء كانت المتفاعلة أو المواد الناتجة سواء كانت المواد المتفاعلة أو المواد الناتجة في وحدة الزمن بمعنى أنه في علاقة ما بين التركيز سواء كانت المواد المتفاعلة مع الزمن وعطيناهم الوحدة اللي هي إيش يا شباب؟ مول لكل لتر في الثانية مول لكل لتر في الثانية كذلك أخذنا القانون المشهور اللي هو متوسط سرعة التفاعل الكيميائي بمعنى المتغير في تركيز المواد المتفاعلة اللي هي ري أكتنس على مقدار التغير في الدلتة تي اللي هي الزمن اللي هو مقدار التغير في الزمن وقلنا على أنه دايما في الدلتة تي نطرح الزمن الثاني من الزمن الأولي يعطينا المتغير في التي الفكرة الرئيسة للعوامل المؤثرة على سرعة التفاعل الكيميائي إيش الفكرة الرئيسة لهذا الدرس؟ يقول على أنه تؤثر عوامل كثيرة في سرعة التفاعل الكيميائي منها هو أعطاك منها بمعنى أنه في عوامل كثيرة لكن حنا أخذنا فقط بعض العوامل اللي تؤثر على هذا التفاعل أول شيء اللي هي طبيعة المواد المتفاعلة كذلك تركيز كذلك درجة الحرارة ومساحة السطح والمحفزات ومعطيناكم إياها في إيش في شكل خريط المفاهم اللي هي إيش يا شباب العوامل المؤثرة وعندي خمسة عوامل العامل الأول اللي هو طبيعة المواد المتفاعلة بندرسها اليوم فقط يعني لهم بنأخذ فقط طبيعة المواد المتفاعلة بنعرف إيش السبب اللي يخلي التفاعل سريع والتفاعل بطيء إيش السبب اللي يخلي نسرع من التفاعل أو نبطئه عن طريق طبيعة المواد المتفاعلة اللي بنأخذها فقط اليوم ونرى أثر التركيز على سرعة التفاعل الكيميائي كيف يعمل التركيز على زيادة التفاعل أو توطيع من سرعة التفاعل كذلك مساحة السطح المادة إذا كان مساحة السطح كبير ما يسوي على سرعة التفاعل الكيميائي هل يزيد من سرعة التفاعل الكيميائي أم يبطئ من سرعة التفاعل الكيميائي كذلك نرى درجة الحرارة هل إذا أضفنا درجة الحرارة إلى التفاعل هل الدرجة الحرارة تزيد من سرعة التفاعل أم تبطئ منه وكذلك المحفزات والمثبتات اللي هي آخر عامل من العوامل التي تؤثر على سرعة التفاعل الكيميائي بنشوف أثرهم على سرعة التفاعل الكيميائي طيب أول شيء قلنا أنه بناخذ الطبيعة طبيعة المواد المتفاعلة ودرسنا اليوم اللي هو بيأخذ فقط التطرق إلى طبيعة المواد المتفاعلة أما البقايا اللي هي العوامل البقية العوامل الأربعة بناخذها إن شاء الله الحصة القادمة أول شيء طبيعة المواد المتفاعلة بمعنى على إيش تعتمد المواد المتفاعلة في تفاعلاتنا الكيميائية على إيش تعتمد هذه التفاعلات الكيميائية بمعنى أن المواد الكيميائية أو التفاعل الكيميائي سرعة التفاعل الكيميائي يعتمد اعتماد كله على مقدار المادتين المتفاعلتين فبالتالي إذا كانت المواد متفاعلة سريعة فإن الناتج يكون عندي سريع طيب كيف نثبت هذا؟ نقول على أنه تتفاعل المواد أسرع من غيرها تتفاعل بعض المواد أسرع من غيرها بمعنى أنه في مواد سريعة ومواد بطية فمثلا يتشابه في الإزاء النحاس والخارصين في خواصهما الفيزيائية بمعنى أنه النحاس والخارصين الذي هو الزينك متشابهين في الخواص الفيزيائية بمعنى هل إذا كانوا متشابهين في الخواص الفيزيائية يكون متشابهين في الخواص الكيميائية أو بمعنى آخر هل إذا كانت الخواص الفيزيائية تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي إذا كانوا متشابهين أم يكون في عندي إيش؟ اختلاف في السرعة في اختلاف في السرعة فهنا عند النحاس وعند الزنك يقول على أن خواصهم الفيزيائية إيش؟ متشابهة لكن مع ذلك فهما يتفاعلان بسرعات مختلفة بمعنى أن سرعة تفاعل النحاس يختلف تماما عن سرعة تفاعل تفاعل من الزنك إيش السبب؟ عند وضع كل منهما في كأس يحتوي على محلول نتارات الفضة بالتركيز نفسه فما هو السبب؟ تعالوا نشوف الرسمة هنا يا أخوان أو في التجربة اللي هنا معطيك محلول نتارات الأموان اللي هو AGNO3 حلو؟ ومغموص فيه إيش؟ مغموص فيه سيو اللي هو النحاس كذلك عندي المحلول الثاني بنفس التركيز اللي هو الـ AGNO3 اللي هو المحلول اللي هو السائل اللي في الكأس مغموص فيه شريحة من إيش يا شباب؟ من الخارسين اللي هو الزد إن لاحظ أنه كلهم في نفس الظروف وبالتالي هل نقدر نقول على أنه تفاعل النحاس مع إيش يا شباب؟ مع نتارات الفضة هو نفس تفاعل الزنك مع نتارات الفضة؟ أم لا؟ عرفنا أنه نعدي نفس الوسط اللي هو نتارات الفضة هل إذا تفاعل نتارات الفضة تفاعل النحاس معه نفس تفاعل نتارات الفضة مع الزنك؟ يقول هنا أنه في اختلاف طيب كيف اختلافهم متشابهين في الخواص الفيزيائية؟ الخواص الفيزيائية مو شرط كامل على أنه تفاعل أو المواد تكون متشابهة في الخواص الفيزيائية تكون متشابهة في الخواص الكيميائية فبالتالي هنا إيش اللي بيصير فيه اختلاف في السرعة إيش سبب الاختلاف في السرعة يا شباب؟ إيش سبب اختلاف سرعة النحاس عن تفاعل الزنك؟ يرجع إلى شيء اسمه النشاط الكيميائي هنا أسرع مين يا أخوان؟ أسرع له الخاصين الأسرع له الخاصين إيش السبب؟ يرجع إلى النشاط الكيميائي إذن أول طب أول عامل من عوامل مؤثرة على التفاعل الكيميائي طبيعة المواد المتفاعلة كلما كانت المواد المتفاعلة نشطة كانت تفاعل عندي أسرع كيف الكلام هذا؟ قبل شو يأخذنا النحاس والزنك من الأعلى يقول أنه لماذا يتفاعل الخارسين مع نترات الفضة أسرع من تفاعل النحاس بمعنى أن تفاعل الخارسين أسرع من تفاعل النحاس ما هو السبب؟ النشاط الكيميائي للخارسين وهو الزدء أسرع من التفاعل للنحاس هذا بالنسبة للسرعة ما هو السبب؟ النشاط الكيميائي النشاط الكيميائي أنتم أخذتم في أول ثانية النشاط الكيميائي ما تعريف النشاط الكيميائي؟ وعلى ماذا يعتمد؟ وما الأسباب التي تجعل المادة هذه النشاطة دون غيرها؟ تعال نشوف النشاط الكيميائي أول شيء للخارسين والنحاس تعال نشوف هنا عندي أول شيء الليثيوم يمتاز به أعلى سرعة أو أعلى نشاط كيميائي بعد ذلك الباريوم وبعدين أعفوا البوتاسيوم وبعدين الباريوم والكاليسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والألمنيوم هذا بالنسبة لي الأول ثم بعد كذا يأتي إيش؟ يأتي الكربون الخارسين والحديد والنيكل والقسطير والرصاص والهيدروجين والنحاس أنا اللي يهمني عندي مين هنا يا شباب؟ يهمني الخارسين اللي هو هذا ويهمني النحاس وحن عارفين أنه كلما اتجهنا من الأعلى إلى الأسفل إيش اللي بيصير؟ يقل النشاط الكيميائي يقل النشاط الكيميائي ليش يقل يا شباب؟ لأنه في آخر الجدول في عندي إيش؟ خاملة اللي هي غازات خاملة أو عناصر خاملة بالتالي عملية تفاعلها مع المواد الأخرى تكون بطيئة جدا 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 إذن في الحالة هذه العناصر اللي فوق تعتبر نشطة جدا مقارنة بالعناصر اللي في أسفل الجدول اللي موجود عندي هنا طيب أنا عندي مين؟ عندي الخارسين وعندي مين؟ الزنك هذا الخارسين هنا وهذا الزنك اللي هو النحاس عفوا النحاس مين الأسرع يا شباب؟ الخارسين أسرع ليش؟ لأنه في الترتيب لي العناصر من ناحية النشاطية الكيميائية نجد أنه الخارسين هو أعلى درجة أو عفوا أعلى نشاط كيميائي من إيش؟ من النحاس من النحاس طيب وشو النشاط الكيميائي يا شباب؟ ايش شو النشاط الكيميائي؟ خضناه فول ذنوي ايش تعرفكم للنشاط الكيميائي؟ ها؟ النشاط الكيميائي ايش يقول؟ يقول هو مقياس لقابلية المادة للتفاعل مع مادة أخرى مع مادة أخرى والتي من الممكن أن تكون على شكل مركبات أو ذرات منفردة ايش الكلام هذا يا شباب؟ فهمتم شي؟ يقول على أنه كلما كانت المادة نشطة كيميائيا بيكون عندي التفاعل أسرع التفاعل عندي أسرع ايش معنى نشطة كيميائيا؟ انه مقياس لقابلية المادة مع تفاعل مع مادة أخرى بمعنى أنه الزينك عندي إذا تفاعل معي مادة ثانية فانه راح يكون التفاعل سريع ليش؟ لأنه من ناحية النشاطية الكيميائية نجد أن الزينك له نشاط كيميائي عالي كذلك الليثيوم الليثيوم ما مميزاته لاحظ أن الليثيوم في أعلى الجدول فبالتالي الليثيوم اللي موجود في المجموعة الأولى نشاطه الكيميائي عاني جدا فبالتالي يتفاعله مع أي مادة ثانية أو أي مادة أخرى سوف يكون الناتج سريع جدا سوف يكون ناتج التفاعل أو سرعة التفاعل سريع ليش لأنه أسرع في النشاط الكيميائي من أي مادة ثانية وثم بعد كده يجي بعده البوتاسيوم والباريوم إلى آخر الجدول هذه فقط بالنسبة للنشاط الكيميائي هنا بعض الملاحبات البسيطة يقول تعتمد سرعة التفاعل على نشاط المواد المتفاعلة والمواد ذات النشاط الأعلى تحت ظروف معينة هي الأسرع في التفاعل اللي هي زي قبل شوي لما نقلنا على أنه النحاس والزنك في نفس الـ AGNO3 اللي هو نترات الفضة يكون تفاعل واحد أسرع من الثاني بسبب أنه النشاطية الكيميائية العالية في سؤال هنا يقول علل تفاعل المغنيسيوم مع حمض الكلور أسرع من تفاعل الحديد بمعنى أنه لو كان عندي مغنيسيوم وعندي حديد خلط هذا بحمض الكلور والثاني بحمض الكلور نجد أن تفاعل المغنيسيوم مع الكلور أسرع من تفاعل الكلور مع الحديد إيش السبب يا شباب؟ عندي مغنيسيوم وعندي حديد السبب زي ما ذكرنا قبل شوي النشاط الكيميائي وين المغنيسيوم؟ المغنيسيوم وين يا شباب؟ هذا المغنيسيوم طيب وين الحديد؟ هذا الحديد مين اللي أعلى في النشاطية الكيميائية رغم أنه في نفس المركب أو في نفس العامل اللي هو الوسط الثاني اللي هو المادة الثانية اللي هو حمض الكلور مين اللي أسرع عندي هنا؟ الأسرع عندي هنا مين يا أخوان؟ المغنيسيوم هو قال لك إيش السبب؟ بسبب النشاطية العالية للمغنيسيوم أكبر من النشاط الكيميائي لمين؟ للحديد واضح يا أخوان؟ طيب هذا بالنسبة للنشاطية الكيميائية هنا في سؤالين بسيطين أول سؤال يقول أيهما أسرع في التفاعل؟ هل هي الذرة أم الأيون أم المركب؟ سؤال كده بسيط مين الأسرع يا شباب في التفاعل الكيميائي؟ هل هي الذرة أم الأيون أم المركب؟ هاي أخوان أعطوني الإجابة مين الأسرع تتوقعون؟ الذرة أم الأيون أم المركب؟ أول شيء التفاعل الكيميائي على ماذا يعتمد؟ على الطاقة الحركية صح؟ طاقة الحركية للمواد المتفاعلة صح؟ طيب مين الأعلى طاقة حركية اللي عنده دائما حركته عالية جدا؟ هل الذرة أم الأيون أم المركب؟ طيب نجيب سؤال ثاني مغاير ما الذي نريد في المواد المتفاعلة؟ ما الذي يصبح للتفاعل في المواد المتفاعلة؟ بمعنى أنه لو كان عندي مواد متفاعلة ما الذي يصبح لها عشان تصبح نواتج؟ تتكسر الروابط تتكسر الروابط حين نأخذنا تقريبا الحصة الماضية بمعنى أن تكسير الروابط في المواد المتفاعلة ينشع عن تكوين الروابط في المواد الناتجة بمعنى كلما كانت التفاعلات حرة الحركة كان لديها طاقة حركية عالية تزيد من إيش؟ تزيد من حركتها والحركة هذه تؤدي إلى إنتاج طاقة والطاقة هذه تسرع من عملية التفاعل الكيميائي هذه بالنسبة ليش للفكرة من السؤال طيب من اللي عنده حركة أعلى هل من اللي عنده حركة أعلى هل الأيون أم الذرة أم المركب لاحظوا أن المركب مثلا عندي NACL يا شباب الـ NACL إيش فيه NACL بينهم إيش بينهم رابطة بالتالي أنا لما أجيب تفاعل أو لما أجيب فاعل المركب أول شيء أسوي لازم أكسر رابطة طيب هذه الرابطة تحتاج إلى طاقة لكن لو كان عندي أيون يا أخوان لو كان عندي أيون مثلا السيئة السالب هل نعرفين أن الأيونات عبارة عن إيش عبارة عن دائما في حركة مستمرة الأيونات دائما في حركة مستمرة والحركة هذه تنتج طاقة طيب وين الأفضل أو الأسرع هل لما أجي أو أكسر أول شيء رابطة أو أنا أساسا الرابطة عندي مكسورة وعندي تكون طاقة الأسرع بالتالي بيكون الأيون لأن الأيون ما فيه رابطة والشغلة الثانية أنه موجود فيه عندي طاقة فبالتالي الأيون يكون أسرع هنا الأيون يكون أسرع من إيش من الذرة وليش الذرة طيب تدرش فيها الذرة ليس لديها الذرة متعادلة بالتالي ما عندها هاي شحنة موجبة أو سالبة لكي تعطيها حركة مستمرة بالتالي إذن الأسرع عندي مين يا أخوان؟ أول شيء من الأسرع الأسرع عندي اللي هي الأيون هذا الأول واللي هو الأيون الأسرع وذكرنا ليش؟ لأنه دائماً في حر الحركة والحركة هذه تنتج عندي طاقة تنتج عندي طاقة والطاقة هذه تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي ثم بعد كده مين يا أخوان؟ الذرة ليش الذرة طيب؟ ليش الذرة قبل المركب؟ لأن الذرة ما فيها رابطة ما فيها رابطة لكن المركب يحتوي على رابطة ليش المركب يحتوي على رابطة؟ لأنه عبارة اتحاد عنسرين والعنسرين هذي يكون عن طريق رابطة فأنا لما أجيب أكون تفاعل لابد أن أكسر أول شيء رابطة أحتاج إلى وقت وأحتاج إلى جهد لكسر الرابطة بالتالي هنا بيكون الأيون هو أكبر أو أسرع في التفاعل الكيميائي ثم تجي بعدها الذرة ثم يجي بعدها المركب ثم يجي بعدها المركب طيب نشوف السؤال اللي بعده أيهما أسرع في التفاعل؟ المادة في الحالة الصلبة أم في الحالة السائلة أم في الحالة الغازية تعال نشوف نعرفين يا أخوان أن المادة الصلبة اللي هي الأس جزيئاتها متقاربة جدا صح؟ صح ولا لا يا شباب؟ بمعنى أن الحركة بين الجزيئات تكون معدومة تماما حلو؟ أما بالنسبة للمادة في الحالة السائلة ما تكون الجزيمات بينهم؟ متباعدة نوعا ما أكبر من تباعد مين؟ أكبر من تباعد المادة الصلبة أكبر من تباعد المادة الصلبة طيب في الحالة الغازية عفوا في الحالة الغازية اللي هي غاز إيش اللي يصير للجزيمات؟ متباعدة جزيمات المادة في الحالة الغازية متباعدة هذا بالنسبة للشرح الفيزيائي لحركة الجزيمات فيما بين الثلاث حالات الفيزيائية طيب التفاعل يعتمد على حركة الجزيمات على حركة الجزيمات المواد المتفاعلة طيب هنا مين اللي حركته عالية في حركة الجزيمات؟ تعالوا نشوف المادة الصلبة حركتها قليلة جدا جدا يعني معدومة ما في حركة عشان تكون طاقة ما في حركة عشان تكون طاقة أما بالنسبة للمادة السائلة فإنه إيش اللي بيصير لها؟ في تباعد ما بين الجسيئات التباعد هذا يسمح بحركة الجسيئات بشكل يعني بسيط جدا لكن في المواد الغازية المواد الغازية تكون الحركة عالية فيما بين جسيمات جسيمات إيش يا شباب؟ جسيمات المادة في الحالة الغازية هذا التباعد ما بين الجسيمات ينتج عن حرة في الحركة تكون حرة في الحركة وتعطيها حرية عالية في الحركة الحرية هذه تعطينا إنتاجاً لإيش للطاقة إذن في الحالة هذه أنا لما أجي أبغى أكون تفاعل أول شيء لا بد أن يكون التفاعل إذا كان نشط غازي يكون عندي طاقة إذن هنا مين اللي عنده طاقة أعلى من ناحية الجسيمات اللي هو المادة الغازية إذن المادة الغازية يا شباب هي أسرع من المادة إيش المادة السائلة ليش لأنه إنتاج أو حركة الجسيمات فيما بين المادة الغازية التي تسمح لها بالحركة بشكل سريع يؤدي إلى إنتاج طاقة الطاقة هذه تجعل المادة سريعة التفاعل تجعل المادة سريعة التفاعل طيب نشوف الحالة السائلة إيش فيها الحالة السائلة؟ الحالة السائلة حين نقلنا أن الحركة ما بين الجسيمات يعني تكون بسيطة جداً فتجعلها إنتاج الطاقة بشكل سريع إذن الطاقة في المواد الغازية أو في الحالة الغازية يكون أعلى أو سرعة التفاعل في المادة الغازية يكون أعلى من سرعة التفاعل في المادة في الحالة السائلة بسبب أن الجسيمات في المادة الغازية متباعدة جدا وبالتالي هذا التباعد ينتج عندي طاقة والطاقة هذه تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي أما بالنسبة للمادة في الحالة الصلبة فأن الجسيمات فيما بينهم قليلة جدا أو ضعيفة جدا هذا السبب يجعلنا نشوف أن المادة الصلبة بطيئة في التفاعل بسبب أن الجسيمات فيما بينهم متقاربة جدا وما يكون عندي حركة في الجسيمات فبالتالي يكون التفاعل بطيء جدا في المادة الصلبة مقارنة بالتفاعل أو سرعة التفاعل في المادة في الحالة السائلة طيب اللي بعده ملخص بسيط للدرس نقلنا أنه في عندي العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل الكيميائي وذكرنا تعريف التفاعل الكيميائي ثم بعد كذا عددنا بعض العوامل التي يعتمد اعتماد كل عليها من سرعة التفاعل الكيميائي وذكرنا أنه في عندي خمسة عوامل العامل الأول واللي أخذناه اليوم التي هي طبيعة المواد المتفاعلة ثم بعد كذا التركيز وبعد كذا مساحة السطح ودرجة الحرارة والمحفزات هذه كلها الأربعة الأخيرة زي ما ذكرنا بدنا أخذها الحصة القادمة اليوم فقط أخذنا طبيعة المواد المتفاعلة وقلنا أن الطبيعة المواد المتفاعلة تعتمد اعتماد كل على النشاط الكيميائي وكيفية المادة التي هي المادة سواء كانت ذرة أو أيون أو جزي أو مركب ثم بعد كذا قلنا أنه يعتمد اعتماد كل طبيعة المادة التي تفاعلها على إيش؟ على الحالة الفيزيائية للمادة سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية هذه فقط بالنسبة لمرخص بسيط للأشياء التي أخذناها في الدرس هذا ما لدينا هذه المراجع التي أخذنا منها هي الكتاب كيميا 3 لطبعة 1442 هذا ما لدينا شكرا لكم جميعا شكرا لإنصاتكم وإستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته